سنة 2003 حصلت تجربة غريبة على اثنين من القرود لمراقبة اثار الغير عليهم لها التجربة كل قرد كان لازم يعمل مهمة حتى يحصل على مكافأة بالمقابل لما انجزوا المهم الاولى القردين حصلوا على جائزة مساوية يلي هي قطعة من الخيار لكن بعد انجاز المهم التاني ميزوا القرد الاول واعطوه حبة عنب بينما اعطوا القرد الثاني قطعة من الخيار مثل المرة الاولى وهون جن جنون القرد الثاني ورمى قطعة الخيار على الارض مع انه كان راضي تماما عنها بالمرة الاولى الغيري شعور سيء وبعالم البشر ممكن هالشعور يتطور لحسد ويكون عواقبه مضرة جدا كيف بتعرف اذا فيه شخص بحياتك عم بيحسدك بدون ما تنتبه بهيدا الفيديو نحن نتعرف على سبع صفات بتفضح غيرت اي شخص امامك السلام عليكم ورحمة الله الصفة الاولى هي المديح المسموم واحدة من ابرز الامور يلي بتفضح الشخص الحسود هي طريقة متحولة لك المديح والاطراء امر مخادع ومعظمنا ما بيعرف الفرق بين المديح الصادق والكاثب كيف منعرف الفرق الشخص الحسود بيمدح بطريقة ظاهرها حسني لكن باطنها تفضح نويات سيئة يعني مثلا لنفترض انك حصلت على طرقية كبيرة بالعمل الشخص الصادق بمشاعره تجاهك لحيقلك مبروك انت بتستحق تعبت ولقيت اما الشخص الحسود لحيقلك مبروك هلأ لح تلعب بالاموال لعب بمعنى اخر الشخص الصادق بيعرف انك تعبت وبيهنيك على اجتهادك والربح المعنوي يلي كسبته بينما الشخص الحسود بيركز على المكسب المادي يلي لح تحققه وعينه بالمال واخر همه تعبك وانجازك اثنين يسخف نجاحاتك علامة اخرى تفضح الشخص الحسود هي تسخيف كل امر او انجاز انت عم بتحققه بنجاح لنتخيل انت كل عمرك تجرب تعمل سكايدايفينج وقفز من الطائرة فعلا بيوم الايام ورحت وحققت هالانجاز بسهرة مع الاصدقاء عم بتشاركهم الصور وفيديوهات القفز كل اصحابك عبروا عن اعجابهم بهالانجاز ما عدا شخص واحد فقط اعتبر هالامر عادي جدا وانه كتار قبلك قفزوا من الطائرة بالحقيقة هالشخص الحسود بعاني من عقدة نقص وقلة ثقة بالنفس وعلى الاغلب بيكون عنده فوبيا او خوف من المرتفعات وكان كتير يفكر بينه وبين نفسه انه يقوم بهالتحدي فلما سبقته على هالانجاز فضح نفسه عبر تسخيفه لانجازك تغير واضح بلغة الجسد نات جيو عملت دراسة لطيفة لكشف الحركات يلي بيقوم فيها الشخص الغيوم احضروا مجموعة من الاطفال مع امهاتهم طلبوا من الامهات يهملوا اطفالهم عن قصد ويلعبوا مع لعبة على شكل طفل بهذا الوقت رائب وردت فعل الاطفال كانت لغة جسد الاطفال واضحة بالتعبير عن الغيري وما قدروا يسيطروا على نفسهم وتصرفاتهم الغيري تدفعنا نقوم بحركات ما منقدر نتحكم فيها حتى عند الكبر هول الإشارات بيضلوا مع الشخص الغيور ولو حاول يخبيهم بطريقة او اخرى من اهم هول الإشارات زم الشفتين تصغير العيون خفض الحواجب اغلاق اليد على شكل قبضة اربعة يتكلم عنك بشكل سيء شخص الحسود هو انسان ضعيف خاصة امامك عادة لما انت تدخل الغرفة لح تسرق منه كل الأضواء كونك تمتلك مواصفات وقدرات أهم منه لكن معظم الأشخاص اللي بيحسدوك ما بيكون عندهم الجرأة انه يعترفو لك بهالشي لذلك بينتهزوا فرصة غيابك حتى يحكوا عنك بالعاطل الشخص الحسود عادة بيعمل هالأمر لسببين اما لأنه بيخاف من وجودك وما بيتجرأ يواجهك او لأنه بيعرف انه الكلام اللي عم بيحكيه عنك غير صحيح فبينتظر اللحظة اللي انت فيها مش موجود حتى ما تكون عم بترد عليه وتفحمه خمسة يكره تلقي النصيحة منك شخصيا هل في شخص بحياتك بيكره لما تعطيه اي نصيحة؟ هل بيتغير مزاجه وبيتحول لحالي دفاعيه لما تكون عم بتجرب تقدم له اي مساعدة؟ بالحقيقة هاي واحدة من اوضح علامات الغير بينه وبين نفسه الشخص الحسود بيعرف انه ادنى منك وبيشعر بالتهديد بوجودك فلما تقدم له اي نصيحة بتكون عم بتزيد ملح على الجرح بالنسبة لأله اما على المقلب الاخر بينتظر اللحظة اللي انت بتطلب منه نصيحة حتى يخدعك بتوجيهات خاطئة عن سابق تصميم هيك بنظره انت بتفشل وهو بيرضي غروب ستي منافس شرس لك الشخص الغيور هو شخص بده يجرب يضل سابقك بعدة خطوات بده يسرق منك الاضواء باي طريقة ممكنة الغيري بتدفعه انه يكون منافس شرس لك فلما تكون عم تتكلم مثلا بيقاطعك عمدا بالحديث حتى هو يتكلم خاصة لما تكون عم تحكي عن نجاحك لأن نجاحك بيذكره باخفاقه المتكرر فبيحاول يقاطعك حتى يثبت انه هو عمل شيء احسن وهيدا نمط بيتكرر دائما لما تقول انك رقدت ميت متر بيقول هو انه رقد ميتين متر ولما تقول انك اشتريت حذاء بمية بيقول هو اشتراه بخمسين فاذا في شخص تعتبره صديق اليك عم تشعر انه بمنافس دائمة معك فهيدي بطلت علاقة صداقة سليمة سبعة الحشرية الزائدة الشخص الغيور هو عادة انسان غير راضي عن نفسه وعن حياته حياته مملي وفارغة بالنسبة له وبما انه شايفك انسان ناجح ومميز بيصير يعتبرك معيار فبيتابع بدقة كل اخبارك عن طريق الفيسبوك مع العلم انه مستحيل يعملك اي كومنت او لايك على اي منشور الحقيقة بيتابعك بالسر لان كل هدفه انه يقلبك بيقلط طريقة لبسك تسريحة شعرك بيزور نفس الاماكن يلي انت بتزورها هيك بينه وبين نفسه بيكون عم بيجرب يملي هالفراغ بدون ما يخليك تشعر انه الفضل بيعود لالك الشخص الحسود هو شخص فاقد القيمة لنفسه لذلك اختار جيدا مين هن الاشخاص يلي عم بتحاوت نفسك فيهم سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة